في سطارة المغرب وكيف وصلنا إلى السطارة كنا بنتكلم مبارح كنت قلت لك أننا وجهة نظري دائما أننا كمنتخبات عربية كلنا 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 في مستوى والتوب ليفل في مستوى تاني أقرب نقطة بين المستوين هو منتخب المغرب تاريخيا أنا بكلم تاريخيا إن كان في منتخب عنده القدرة أنه يقترب أقرب شيء من التوب ليفل بيكون دائما منتخب المغرب منتخب المغرب هو أول فريق عربي أو إفريقي صعد قبل كده للدور التاني منتخب المغرب النهاردة بيعمل أفضل دور أول في تاريخ العرب سبع نقط الجزائر السعودية ست نقط لما صعدوا ست نقط فوزين وهزيمة لكن سبع نقط دا الأول على الإطلاق أعتقد أفريقيا أنا متأكد أنه عربية أفريقيا أيضا متأكد من المعلومة أفضل عدد نقاط لا يوجد فريق أفريقي تأهل في المرتبة الأولى أو كسب سبع نقاط في التاريخ شيء رائع جدا 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 الحال بداية المباراة كانت مبشرة نوعا ما بداية تحس أن حارس كندا والدفاع كأنهم من مراكش من قنيترا من آسفي وعلى فكرة المباراة كانت سهلة جدا لغاية الهدف الأنجل بتاع نايف أكراد هو واحد من أهم لعيب المغرب في البطولة لكن كان سائق لحظ جدا بعد كده المباراة صعبت نوعا ما لكن المغرب وهي بتبادر كانت رائعة المغرب وهي بتدافع كانت رائعة المغرب وجهت اختبارات كتير جدا في البطولة وفي كل مرة كانت رائعة الفريق الحالي أو الجيل الحالي المنتخب المغرب وهو بقيادة وليد الريكراكي الحقيقة يعني أنه قادر على أنه يعمل مونديال كبير جدا المغرب غالبا هتقابل ألمانيا بذكريات 86 أنهم قابلوا ألمانيا لما صعدوا 86 وخسروا بالعافية بالمناسبة بهدف اللوثر ماتيوس لتمنى لو حصل أنهم قابلوا ألمانيا إلا لو حصلت مفاجأة في المجموعة مفاجأة أصبحنا نتمنها حاليا أتمنى يكون المصير أفضل لكن حتى لو مش أفضل فأنا شايف أن المنتخب المغربي شرفنا تماما 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 وكلنا سعاداء بي وجه المدرب الوطني وليد الريكراكي طيب